صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى رجعنا لكم تاني ومعانا الفقرة المتميزة معانا نجل الحج عبد الرحمن فاتوح، شيخ شيوخ المحليات الحج أحمد عبد الرحمن فاتوح، أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بحضرتك يا فندي والله الحلقة اللي فاتت بعد ما انتهت الحلقة جاننا تليفونات، يعني أول مرة جاننا تليفونات بالكم ده وأول مرة جاننا تعليقات بالكم ده بل بالعكس يمكن حصلت مفاجآت من أول ما نزل بصنا لقينا التارج التعلي أول بتاع اليوتيوب والحاجات دي من كتر من الناس يعني أولاً كانت مبسوطة برؤية الحج عبد الرحمن فاتوح الحمد لله طبعاً هم صمموا أهل البساتين بالذات كمان إن إحنا نكرم مرة تانية وهم كمان يكرموا الحج عبد الرحمن فاتوح إن شاء الله اللي ما يعرفش الحج عبد الرحمن فاتوح عايزينك تحكينا كده هو يعني ملخصات عن الحج عبد الرحمن والله يا دكتور يعني الحج عبد الرحمن ليه باعة كبيرة قوي جوة البساتين وبرى البساتين الحمد لله يعني ويجعله في مزان حسناته وربنا يشفهون كده ويفضل في وسطينه طول العمر الحج عبد الرحمن من الناس اللي خدمت الناس بدون أي مقابل هو كان بيقول لحج أحمد بيقول إيه بقول له أنا أنت النزي بتحبك ليه كده هو اتفاقال لي أصلاً كنت تخدمهم اللي ما يعرفش يا جماعة الحج عبد الرحمن فاتوح هو الراجل يعني كان رئيس المجلس المحلي في البساتين وهو راجل خدم الوطن بشكل عام هو دلوقت مريض وإحنا عايزين نوصله كلمة شكراً شكراً من البرنامج وشكراً من الوطن ومن مصر ومن أهالي البساتين الرجالة الجدعان أو اللي صمموا قالوا إحنا لازم نكرموا احكينا إيه الموضوع ده يا حج عبد والله أنا كان ربنا كرمني كده وسافرت السعودية في 2016 وتفاجئت هناك من على صفحة الفيس الشخصية عندي إن في ناس عايزة تكرم الحج عبد الرحمن فاتوح كان من ضمنهم اتحاد عائلات البساتين عن رئيسهم الأستاذ مصطفى السعداني الأستاذ طه الجمال وباع كبير من جوه البساتيني يعني عاملين بيكرموا الناس داخل البساتين فعملوا له حفلة تكريم والمفروض إن هي كانت تبقى على مستوى كبير وفجئت بعديها طبعا أنا كنتش أقدر أرجع مصر في الفترة دي فعملوا له حفلة تكريم في المنزل في منزله في منزل الأائلة هناك وكانت حفلة حلوة أو برضو في 2016 لغاية ما جي شاء الظروف إن الحاج يطلع مع حضرتك فابتدوا تاني عايزين يكرموه تاني من جديد لأنه هما انبسطوا أولا ما شاهدوه لأنه هو كانش بيقوم ما كانش بيتحرك لأ هو كان الحمدلله بيتحرك بس هو إيه يعني إيه يعني ما كانش بيحب ينزل كتير الفترة اللي فاتت دي ده اللي تعبوا يعني فطبعا اتصلوا علي وتوصلنا تاني بعد الحلقة وطلبوا إن هما يكرموه تكريم يليق بالحاج عبر رحمن الحاج رفض لمدة يومين بيتحايلوا عليه وقال لهم أنا مش محتاج تكريم أنا كتكريمي بين وبين ربنا فأقنعتوا إن كده كده أنا بإذن الله عندي يوم 29 الجمعة القادمة في افتتاح عندي مجموعة محلات بفتحها فأقلت له حاج كده كده أنت أتحضر الافتتاح وكده كده الديوفة تبقى موجودة ويسيبهم يكرموك أي فالحمد لله هو استجاب ليه لأنه إنت بتحاول يعني تاخد واحدة وواحدة عشان خطر يعني يستجيب للتكريم فالحمد لله وافق وبإذن الله تكون حفلة شيقة وبحضر حضرتك بإذن الله تشرفنا نتصرف طبعا والله بالنسبة كالحاج عبر رحمن فتوح في البسدين أنا مش هعرف أتكلم عنه لأني مهما تكلم هو والد فكلامي مجروح حرك ينزل في البسدين ويعمل لقاءات مع أي حد كبير وصغير وهما اللي هيطروا يعبروا لك على الحاج عبر رحمن فتوح هو إحنا جايبينك لأنك إنت الإبن الأقرب إليه يعني وعنده كم أبناء الحمد لله إحنا خمسة أولاد وتلب بنات ومن ست شهور فقدنا أخي عزيز الحج حمدي بقاء لله والحمد لله أنا حسابه من الشهداء بإذن الله أنه ربنا ابتلاب المرض في آخر عمره والحمد لله يعني هو صبر وإحنا شايفينه في مكان أحسن من الدنيا بكتير الحمد لله يعني والله هي الدنيا هي دية أساس الدنيا الحمد لله باب تدخل منه وباب تخرج منه أهم حاجة العمل الحمد لله وإحنا موضوع الحلقة النهاردة عن الحاج عبد الرحمن فتوح عايزين نتكلم عن حاجاتي الجميلة اللي أنا سمحتها بالفعل أنت بتقول ليه نزل لا أنا نزلته سألته وشفته وفيه عايزة أقولك أن فيه ناس من خارج مصر كمان كانوا بشكروا في الحاج عبد الرحمن هو إحنا النهاردة بنقدم يعني كلمة شكر لأي حد قدم لنا حاجة في مصر وقف عمل شيء للبلد ديت إحنا بنقول له شكرا عايزين نقول للناس إزاي نحترم كبيرنا وإزاي نوقره وإزاي نقول له ألف سلام وتحية كمان فيه جزئية مهمة جدا يا جماعة الحاج أحمد عبد الرحمن فتوح من الأبناء البرة جدا بوالدها يعني ده عجبني وقلت له إحنا لازم برضو ننقل الجزئية ديت للشباب اللي موجودة دلوقتي الشباب اللي هما بيودوا أهليها أماكن مسنين وبيعقوها ولا آخره قدي إيه هو كانت أمنية حياته إنه يشوفه بخير عايزين نتكلم يا حاج أحمد عن المواقف اللي هي كانت مأثرة في الناس قوي ومخليها مرفوع كده على الأعناق من اللي أنا سمحتاه زي ما بقول لحردك هو كان بيخدم بدون وجهة يعني مش محتاج حاجة من حد ومش مستنى أي مصلحة من حد لو الساعة ثلاثة هو لسه طالع ما بقلوش نص ساعة وراح في النوم وحد اتصل عليه أو خبط عليه الحق فلان خده في الاسم الحق مش عارف حالة وفاة في الحتة الفلانية الحق كان بينزل ما بيتأخرش وبيروح وربنا بيقدر يسخر له ناس تقف جنبه ويقدر يحل أي موقف كان فيه فالحمد لله هو تاريخه كبير قوي جوه البساتين فوق الخمسة وخمسين سنة الحق عبد الرحمن والد وصديق وأخ ليه أنا الحمد لله دونا عن أولاده مع أن الحمد لله احنا كلنا كويسين وكلهم بس هو يعني ايه أنا شكت لهم يحبه أكتر تخاتي بدلع كله تدلحت زيادة عن اللزوم يعني فيه أصغر مني بس هو الحمد لله يعني أنا تعبته كتير تعبته كتير أوي 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 دون أنا عن إخواتي والنهاردة أنا أقاعد هنا وطالع بشكره على الهوى أي وبقوله ربنا يخليك ليه وتولنا في عمرك ويجعل يومك قبل يومي يا بفتوح يعني أنا يومي قبل يومي يومي أنا قبل يومي أيه لأن أنا مش هعرف أعيش بعدي ربنا يخليكم ويحسن من عملكم أنا مش هعرف أعيش بعدي إيه حكاية الموضوع ده فتوحي يعني عايزين مين اللي قالك على فتوحي أنا بقولك ما أنا نزلته وتقصت إيه حكاية فتوحي لا ده فتوحي دي حاجة كبيرة قوي يعني فتوحي دي الحاج إحنا عندنا من 76 أو من 80 مغزم فراشة على مستوى في البساتين وكانت بيقدر يعمل أي حاجة لوجه الله برضو واحدة عايزة تجاوز بنتها واحدة عايزة عايزة يقول له يا محمد محمد أخيك كبيرة روح وما تحسبش يقول له يعني فتوحي يقول له أه فتوحي طيب يا حاجة أعمل إيه فتوحي أجيب منين يقول له بقى تعال خد اللي أنت عايزه شوف مصاريفي الناس ايه تعال خد اللي أنت عايزه ففتوحي دي بقى يعني مش عارف مين اللي وصلها لحضرتك لا ما أنا أصلي ده عبست لأن طبعا عرفت من بعض الناس أني جوزت بنتها مثلا بطريقة فتوحي فبقول لها إيه الطريقة الفتوحي تقول لي يعني الحساب عنده يعني آه خلاص فخلاص صلعت حاجة اسمان فاكور هو هو بيقول لك الحمد لله يعني يا ربنا بيراضينا ايه المشكلة يعني لما ثلاثة أربع شغلات لناس محتاجة يعني المشكلة عمل شغل كتير فراشة الحمد لله الدخل بيبقى كويس فايه المشكلة لما خمس ست شغلات يطلعوا الناس محتاجاهم يعني هو ده فكر الحج طب ايه بقى حكاية ان يعني معلش يروح سينا يجيب واحد متوفي ويخبف العربية ويعدي من كماين عشان يجي يغسله عندنا لسه بقول لك حضرتك ربنا بيسخر له ناس تقف حواليه للخير آه آه والله والحمد لله يعني يعني هو قلب وبيض حاج عبر رحمن قلب وبيض طيب انا سمعت كمان خصة برضو من الناس ان كان فيه حد كان مسجون ومات في السجن وراح المشرح اجابه كتير او اجابه هو جابه كان الهدف منه انه هو يعني ما يخليش عياله يتعيره بان والدهم مات في السجن مسجون لا المرورة الكلام ده كذا مرة حصل في جول بساتين يعني بدون ذكر اسامي آه ما انا لازم بقول لحرضك كده هو الحمد لله ربنا بيوقف الولد الحلال عشان هو عايز يعمل خير آه فالحمد لله ولله الحمد ان انا ليه قب زي الحج عبد الرحمن وبيفتخر بيه وزي ما بقول لحضرتك اي حاجة في الدنيا بعملها زوء عافية على حس رجل دوت لا هو ما فيش عافية انتو تمان لانتو محموبين جدا لا يعني انا قلبي مفتوح فيه يعني آه قلبي جامد انا بسافر والله والله يعني اسافر اي بلد داخل مصر ومثلا انت منين اقول لهم البساتين اول كلمة بتطلع على ساهم تعرف واحد اسم الحج عبد الرحمن فتوح آه ودي حقيقة آه اقول له والدي يعدي جدني والدك طب انت اخوك مين طب انت بنته كم واحد عايز اتأكد عايز اتأكد انت فعلا ابن ولا لا دي حقيقة آه الحج بالنسبة لخارج مصر الحج كان رئيس بعسة حج اي من التسعينات اي عن الجامعية الخيرية دي كان بيطلع اول حج عملها مثلا ممكن باربع تلاف ومتين جنيه حج كاملة آه وبيرجع معها مثلا جمعية مثلا واخد تلاتين اربعين تأشيرة أياما كان الجامعيات بتاخد حج بجد فعال آه النهاردة بياخدوا اتنين تلاتة اكبر جمعية محيدين كانت الام يعني محيدين دي كانت ام الجامعيات آه وهي اللي كانت بتوزع آه أيامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عشان كده الناس كانت بتحبه قوي هو بيبقى نازل وبعدها بتلات يام يخليني أعمل سوان في راشع كبير ويجمع الناس تاني الحجاج عشان يديلهم اللي بقى اتفرق كمية الشكر في الجرايط ماشي وكمية البرقيات اللي بتيجي للحاج عبد الرحمن داخل السعودية بقى عنده هناك أصدقائه الحاج عبد عزيز بكارش دي ناس هناك في مكة وعنده في المدينة الحج محمد ظافر الحمد لله يعني بيقفوا معاه طبعا في حجزات الفنادق بيساعدوه في انه يخدموا التقنية العملة بيقدر انه يقدر بيوفر في الرحلة حاجة كويسة وما زالت محيدين موجودة وما زال الحاجة ومن الحاجات اللي عملها كان اخر حاجة المستشفى لا المستشفى دي قديمة اخر حاجة عملها مكتبة وحديقة للطفل كانت فتحتها وزيرة الضوضامن اعمال عثمان وهي الان يعني شبه موجودة بس مش فعالة بالضغط اللي كان فيها الحاجة عبد الرحمن وهو واقف على رجلوه بإذن الله ننزر لها نظرة اللي هي من اللي جايدات ونفعلها كويس انا بطلب من رئيس الحي ومن نائب المحافظ من خلال البرنامج ومن المحافظ ان انا عايز تخصيص في المكتبة دقاعة افراح مش للغرض الشخصي ايه لان انا كنت بعملها هناك كان بيخليني عملها ب1600 جنيه 200 فرق بأجر الرمز لخدمة أهل المنطقة تجنبا من الأفراح الشوارع والقفل الطرقات تمام فكان بيجي لي مشاكل ولا انك ده جاية انا مش محتاج اه اي نعم كراسي وفراشة وكلام ده بس مش مفوضة للمبلغ اللي الناس شايفة ان انا هكسب منه او حاجة انا عملها للعالمة الخدمة في الاول وفي الاخر هو كان عايزها كده فخلاني جبتها يعني بعد اما صرفت عليها انا وهو في الكلام دوت في 2004 صرفت عليها مبلغ كويس ايه من جيب الشخصي وهيترده بقى في سنتين تلاتة مش هتفرق المكان هيشتجله كويس وبقى يجيله شغل بقيت لقى انك ده والشرطة اه ايه الزعاج والحاجة ده ولذا بندوم صوتنا لصوتك ايه ان رئيس الحي يعني يدينا الجزئية دي عشان خدمة المنطقة والحي اه تضامنا مع الحاجة وانا ما بطلبش في المكتبة مش في حضرت الطفل بس اه لا انا بطلبها في جميع في مراكز الشباب ما في كل حتة فيك يا بستين احنا عايزين كعات افرح كويسة محترمة نرجع تاني لتكريم الحاجة عبد الرحمن فتوح ونجلوا الحاج احمد عبد الرحمن فتوح اه على نور هات التكريم المصحف الجميل عشان نكرم الحاج عبد الرحمن فتوح عشان الناس حبة انها يعني والله يوجد حضرتك معنا النهاردة وانا معاك يعني شيء كبير بالنسبة لي يعني احنا عايزين ايه تفضل حضرتك اه ده مصحف كريم اه باسم البرنامج وباسم اهالي البستين وباسم مصر احنا بنهديك للحاج عبد الرحمن هذا الاهداء الجميل هو كتاب الله من برنامج صباح بكرة احلى ومن اهالي البستين ومن مصر كلها بتقول له شكرا انت كنت خادم البستين خادم القوم سيدهم شكرا عايزين تقول كده برضو كلمة اخيرة يعني في الورد دوت الورد ده لحضرتك اه الورد ده الورد للورد الورد ده لينا جاي من يعني الحاج احمد بيقول يعني شكرا لان البرنامج كرم واحنا اللي شكرا اللي ادتونا فرصة كرم راجل جميل اه ليه افضال على الدايرة عنده وافضال على البلد كان خادمهم واحنا اه بنقول له شكرا يا حج عبد الرحمن فتوح اه بنحاول بقدر الامكان نوضح جزئية مهمة جدا اللي كافح وتعب وشئي عشان خاطر البلد احنا بنقول له الف سلام وتحايا كلمة اخيرة الحج احمد عبد الرحمن فتوح والله يا دكتور مش هقدر اقول ان الخير جوه الواحد وانا والحج احمد حامد ان شاء الله جوه انا خير جوه البلد وربنا يقدرنا ان احنا نقدر نمشي في مصار الحج عبد الرحمن فتوح في قلب الخير جوه البساتين اهلين لان الناس دي فيها ناس كويسة كتير والبساتين الحمد لله من الناس اللي شئت وتعبت بجهدها والحمد لله فيه فلوس فانا بضم صوته لصوت الحج احمد فتوح ويبتدوا يطلعوا بس جواب بحطة الارض المشتشفى العام واهل البساتين هتبنيها وفي اقرب فرصة يعني لو المشروع هياخد سنتين البساتين عندها الساعدات تخلصوا بسنة باهل البساتين موضوع مشتشفى العام ده شيء لازم يتم الفترة الجاية وانا بناش حضرتك من البرنامج ان حضرتك تبتدي تفعل لنا الموضوع ده بجد بخلال علاقاتك وبخلال البرنامج احنا عايزين مشتشفى عام داخل البساتين طبعا احنا بننضم الى الحج احمد واهل البساتين في هذا النداء يعني يا جماعة انا شايف ان ما فيهاش مشكلة ابدا لما يبقى احنا عندنا مثلا قطعة ارض وعندنا الاهالي عايزة تتبرع انها تساهم فيها لان يعني ما فيش اغلى من الصحة يمكن السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يعني اعلن موضوع ان الصحة مهمة جدا وابتدى يعني يبقى فيه حملات مكسفة من فيروسي الى الاورام الى اخره يعني فبالتالي يعني ياريت ان المسألة دية سيادة المحافظ ينظر اليها بعين يعني ابناءه ابناء البساتين محتاجة يعني المكان تقريبا حج احمد ما بين البساتين واقرب مستشفى اديها هو يعتبر المكان اللي بتكلم فيه الحج احمد داخل البساتين طريق الخيالة واه احنا بين اقرب مشتشفى احمد ماهر القصر العيني فيها بتاع نص ساعة ده لو الطريق فاطي اه يعني لو حالة لقدر المخطيرة انما ان احنا بتكلم عليها دي ما دي الحقش احنا خمس دقايق جوه البساتين لمؤخذة لو هيقضوا على ما كان الحالة متسك لبقى جوه البساتين فيه اه فمن حق من حق رئيس الجمهورية على البساتين ان هو ينظر لنا بنظرة مشتشفى العام بإذن الله طيب عزائي المشاهدين بنشكركم ونشكر ضفنا العزيز بنفكركم صباح بكرة احلى السبت من كل اسبوع عايزينكم ان شاء الله كده لو فيه اي اسئلة اهلا وسهلا بكم بنوعدك ان شاء الله نبقى معاكم الجمعة الجاية في الافتتاح وفي تكريم الحاجة عبد الرحمن احنا بنقول لكل حد خدم الوطن شكرا لكم شكرا اعزائي المشاهدين على متابعتكم حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة احلى شكرا لكم